تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية والمحتجين اليوم وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام غلى هدوء نسبي وأفد مراسل الحدث بأن قوى الأمن طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير وأضاف أن شرطة استخدمت الغاز المسيلة للدموع من جديد ضد المحتجين ما أدى إلى حالات اختناق أكثر من ثلاثين شخصا صباح اليوم استعادت القوات الأمنية السيطرة على جسر الأحرار وأبعدت المتظاهرين إلى ساحة الخلاني والشارع الرشيد ذلك باتجاه جسر السنك فيما يتواصل الإضراب في البلاد لليوم الرابع على التوالي